موسيقى هو عضو مجلس النواب التونسي من أبرز ممثلي الطيار القومي الناصري في تونس بدأ نضاله منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية حرم من التدريس في عهد بن علم بعد الثورة برز كممثل عن حركة الشعب التي أصبحت العنوان الأبرز للطيار القومي الناصري في تونس ورغم عمرها السياسي القصير إلا أنها أثرت كثيرا من الجدل خاصة حول تحالفاتها السياسية كما يسجل لها النجاح في تحقيق حضور لافت في الساحة السياسية التونسية زهير المغزاوي في عكس الطيار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيد زهير المغزاوي أهلا بك في عكس الطيار بداية طبعا التجارب والنماذج القومية والناصرية لها أكثر من سورة في العالم العربي بداية كيف تقدم لنا أنت سورة حركة الشعب كممثل رئيسي للطيار الناصري في تونس شكرا لك يعني طبعا حركة الشعب هي سليل التيار عروبي ووطني وقومي في تونس هذا التيار موجود في تونس منذ حقبة الاستعمار المباشر لتونس منذ الكفاح المسلح ضد المستعمر في الحركة الوطنية كان التيار عروبي كان يربط تحرير تونس بتحرير المغرب العربي كانت فيما بعد له علاقات بمصر الناصرية في مكتب العلاقات بالمغرب العربي التيار هذا عرفها في صراعات كثيرة وكبيرة جدا سوى ضد المستعمر وفيما بعد ضد الاستبداد البرغيبي ونذكر محطات كثيرة ربما أهمها محطة يعني الأزهر الشريطي قايد حرب التحرير أو جيش التحرير الذي أعدمه برغيبة سنة 62 وامتدت الصراعات بين هذا التيار كما ذكرت والنظام سوى النوفمبري أو البرغيبي طبعا بعد الثورة هذا التيار انتظم في حزب اللي هو حزب حركة شعب هذا الحزب يعني يستمد المبادئ الأساسية من هذا التيار العريق من المبادئ القومية من المبادئ الناصرية التي يمكن تلخيصها يعني هي مبادئ الناصرية ليست استرجاع أو عودة لعبد الناصر أو الذهاب إلى مصر أو غير ذلك هي المبادئ الكبرى المبادئ يعني مبادئ العدالة الاجتماعية مبادئ يعني السيادة الوطنية مبادئ الانحياز للعمال والفلاحين والفقراء مبادئ الانحياز إلى تحرير قضية فلسطين مبادئ الانحياز إلى الوحدة العربية وقبلها إلى المغرب العربي على المستوى الاقتصادي والمستوى وغيرها مبدأ الديمقراطية أن تحكم البلاد اليوم بصندوق الاقتراع يعني كل هذه المبادئ التي تمثل زوايا البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحركة الشعب في تونس اليوم فهي حركة ضمن نعاتها حركات سياسية تؤمن بالدولة المدنية وتناظل من أجلها تؤمن بالدولة الاجتماعية وتناظل من أجل الدولة الاجتماعية بمعنى الدولة التي قامت في تونس وحتى قامت في مصر عبد الناصر الدولة التي أعطت للتعليم العميمي حقها للصحة العمومية حقها للفلاحين للعمال هي حركة تؤمن بسيادة القانون هي حركة تؤمن بأن التكامل المغاربة والتكامل العرب اليوم لم يعد مسألة إيدولوجيا بل أصبح مصلحة لشعوب هذه المنطقة في مواجهة التحديات الكبرى وفي مواجهة الحفاظ على سيادتنا الوطنية هي تؤمن بأن قضايا التحرر سوى في الوطن العربي وعلى رسم قضية فلسطين أو قضايا التحرر لدى كل شعوب على مستوى العالم هي قضايا عادلة ومنحزين لهذه القضايا حركة الشعب هي ضمن معسكر وجبهة واسعة في تونس هذه الجبهة كما ذكرت السيادية الاجتماعية المدنية الحدثية التي تناظل من أجل أن تستكمل أهداف الثورة التونسية في السيادة الوطنية في التنمية الجهوية في الديمقراطية الحقيقية الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية لأن حركة شعب تومن أنه لا ديمقراطية سياسية بدينه الديمقراطية الاجتماعية وديمقراطية سياسية والديمقراطية الاجتماعية يجب أن يمضي بالتوازي وربما سنتحدث فيما بعد على أزمة تونس أنه من أزمات تونس اليوم أن هذه الديمقراطية تسير بساق واحدة يعني بساق الديمقراطية السياسية ولا توجد ديمقراطية اجتماعية هذه تقريب من رموز هذا التيار ومن مؤسسي حركة شعب الشهيد البطل محمد براهم الذي اقتيله في 25 جولي 2013 هو كان أحد مؤسسي هذا التيار في سبغته الحديثة عندما نشأ في الجامعة التونسية سنة 75 باسم طلب العرب التقدمين الوحدويون ثم كان من مؤسسي حركة شعب وقبل ذلك كان من مؤسسي تنظيم الوحدويين والنصريون والذي تم اغتياله في 25 جولي 2013 طيب يا سيد زهير إلى أي مدى تعتقد أن حركة الشعب استطاعت أن تسهم في توحيد الصف النصري داخل تونس أو ربما أدت إلى العكس هذا غير صحيح يعني حركة الشعب نشأت في ظروف صعبة صعوبة الظروف هو تحولها أو تحول هذا التيار من سيغة التيار يعني موجود في الحركة الطلابية موجود في الحركة العملية موجود في الحركة الحقوقية إلى حزب سياسي عنده برنامج واضح ومدقق في موجهة احتياجات الناس واستحقاقات الشعب بعد الثورة تعطرتنا صعوبات حقيقية في الأفكار في المقاربات في الرؤاء ولكن أعتقد أن حركة شعب تسيره على طريق ثابت وناجح كنا شاركنا في الانتخابات سنة 2011 حركة شعب حازت نائبين منهم الشهيد محمد إبراهمي ثم الانتخابات 2014 حازت الحركة أو يعني فازت الحركة بثلاثة نواب منهم يعني محدثكم والأستاذ سالم لبيض والأستاذ رضاد اللاعي سنة 2019 فازت الحركة بخمسة عشر مقعد نحن تناولنا هذا الموضوع ربما هذا الموضوع يشغل الحركة القومية على امتداد الوطن العربي تشارذمها وغيرها ولكن في نهاية الحوارات استنتجنا ووصلنا إلى نتيجة نأعتقد هنا نتيجة مهمة وحركة شعب تجني ثمار هذه النتيجة اليوم أن التوحيد الحقيقي هو إيجاد حزب قوي وإيجاد حزب كبير يساهم في حل مشكلات الناس ملتصق بهم من الناس وقتها سيتدعى كل الصديقون إلى هذا الحزب وهذا ما يحصل اليوم في تونس حركة شعب بدأت صغيرة وتكبر يوما بعد يوم وتقريبا هي الممثل الرئيسي حتى لا أقول الوحيد لهذا التيار العروبي والوطني والنصري في تونس ولكن أتحدث معك يا سيد زهيرة على المستوى التنظيمي لا على المستوى الفكري أتحدث منذ تكوين الحزب بشكل رسبي في 2011 حققتم مكاسب 15 عضواً برلمانياً في آخر الانتخابات في 2019 هذا مكسب يعني يشار إليه كيف حافظتم على الخط الفكري إذن للحركة وهل اضطررتم إلى مناورات فكرية إلى انحرافات في المسار لم نقوم بأي مناورات نحن كل ما فعلناه هو الشعرات الكبيرة التي ينادي بها الكثيرون أو التي رفعها الكثيرون من القوميين والنصريين على امتداد الوطن العربي أنزلناها إلى الواقع أي تونسناها يعني ماذا يريد التونسيون يريدون العدلة الاجتماعية في ثورتهم يريدون الديمقراطية يريدون المساواة يريدون التنمية يريدون شباب تونسي يريدون التشغيل نحن نوباً بهذه المبادئ الكبرى أنزلناها في برامجنا ولم نضطر إلى أي مناورة نحن اليوم حينما نتحدث عن الوحدة العربية بدأنا نتحدث عنها بالنسبة إلى شعب تونس وليشعبنا على الأساس أنها اليوم حاجة ملحة حتى تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية حينما تتحدث على قضية فلسطين اليوم الكل يتحدث عن قضية فلسطين ويتحدث عن تجربة تطبيع ملعادي والصيوني إذن لم نقوم بأي مناورة فكرية كل ما قمنا به هو أن قدمنا خطاب واضح وبسيط وكنا صديقين مع الناس وهذا الصدق وبساطة الخطاب هو الذي خلال حركة تكون قريبة من جموع عديدة من التنسيين وتقترب أكثر في أكثر يوماً بعد يوماً هؤلاء الناس معلومة سيد زهير أن الحبيب بورقيبة لم يكن يختلف شخصياً مع راحل جمال عبد الناصر ولكن ربما كان يختلف معه أيضاً فكرياً الآن أنت تقول أن بورقيبة ليس شيطاناً ويمكن النظر إلى إيجابياته ألا تعتقد أن ذلك تناقض؟ لا يعني نحن لسنا أسرى هذا الخطاب أو هذا الصراع الذي وجد بين عبد الناصر وبرقيبة عبد الناصر كان رئيس دولة مصر وبرقيبة كان رئيس دولة تونس وربما مواقع الدولة التي اقتضت في بعض الأحيان والزعامة وغيره اقتضت هذا نحن نعتبر اختلفنا مع بورقيبة واغتال بورقيبة زعامات كثيرة للحركة القومية والحركة في تونس ولكن لا ننكر أن بورقيبة كانت له أدوار مهمة في تاريخ تونس يعني حينما أقول بورقيبة ليس شيطان لا يعني ذلك عدم خلافنا واختلافنا مع بورقيبة ومع البرقيبية ولكن نحن نقرر أن هناك رجل حكم البلاد تقريب مدة طويلة كانت له مكاسب كما كانت له سلبيات عديدة ما زلنا نعاني منها إلى حد الآن ألا تعتقد أن في ذلك تناقضا فكريا يا سيد زهير أن تكون ناصريا وتنظر إلى إيجابيات بورقيبة وما هي هذه الإيجابيات يعني يعني التناقض ليس تناقض فكري يعني الصراع بين بورقيبة وعبد الناصر كان الصراع حول رؤاء بين عبد الناصر الذي يمن بالوحدة العربية ويمن بالمحيط العربي وبين بورقيبة الذي كان يرى مرسيري أقرب له من القايرة كما كان يرد بورقيبة وكان هذا الصراع نحن خذناها مع بورقيبة في تونس خذنا صراع مع بورقيبة في تونس حول هوية تونس حول أن القاهرة أقرب إلينا من مرسيريا حول أن بغداد أقرب إلينا من روما حول أن دمشق أقرب إلينا من باريز يعني في إطار روية متكاملة بينه هذا الصراع حتى قبل الصراع البرقيبي الناصري في الحركة الوطنية التونسية بين خطين خط كان يقوده بورقيبة وخط كان يقوده الشهيد صالح بن يوسف الذي استشهده فيما بعد ودبر له الاغتيال بورجيبة في ألمانيا الخطان على ماذا كان الخلاف الرئيسي حول رويتين لتحرير تونس روية ترى تحرير تونس في بعدها العربي وبعدها المغاربة وارتباط تحرير تونس بتحرير الجزائر وتحرير المغرب وكانت لها علاقات مع المشرق العربي وأساسا مع عبد الناصر ورؤية ثانية كانت ترى أن تحرير تونس منفصل وكانت ترى أن فرنسا يمكن التعامل معها وكانت ترى أن فرنسا أقرب إلينا من هؤلاء هذا الصراع امتد على امتداد تاريخ تونس من 56 حتى إلى حد الآن ما زالت ملامح هذا الصراع موجودة في الساحة السياسية التونسية ولكن حينما نقول لهذا الرجل إيجابيات لا يعني ذلك نحن معه بورجيبة كان قد دولة قام بأشياء إيجابية في تونس منها التعليم العمومي منها الصحة العمومية إلى آخر ولكن كان رجل مستبد لا يومد بهوية الدولة أدخل البلاد في سراعات وسالة دماء في عهد بورجيبة في سنة اتفاضة 78 وفي اتفاضة 84 ما يسمي بانتفاضة الخبز في تونس وغيرها والثورة التونسية هي جاءت ثورة على هذا الاستبداد وعلى الحكم البرجيبي وحكم بن علي الامتد من 56 إلى سنة 2011 طيب بشكل عام يا سيد زهير إلى أي مدى تعتقد أن الناصرية كمنهج سياسي كفكر وتجربة دعنا نقول ما زالت صالحة في يومنا الحاضر وربما ستصلح أيضا في المستقبل يعني أعتقد الناصرية إذا كان المعنى المقصود بها عبد الناصر وقيادات الثورة تيوليو وغيرها فإنها انتهت يعني انتهت مع نهاية عبد الناصر ولكن الناصرية كمبادة العدالة الاجتماعية السيادة الوطنية كما ذكرت في البداية لانحياز العمال انحياز الفلاحين تحالف يعني العمال والفلاحين ورسل مال الوطني أعتقد أن هذه المبادئ مازالت محتاجة إليها مازال محتاجة إليها الشعب العربي من المحيط إلى الخليج مازالت محتاجة إليها تونس ومحتاجة إليها مصر ومحتاجة إليها ليبيا المطلوب من الناصرين اليوم هو تجديد هذه الأفكار وتقديمها إلى هذا الشعب وإلى هذا الشباب اليوم في تونس وفي مصر وعلى ابتداء دولة العربي بثوب جديد وبلوك جديد حتى يمكن استساخها ولكن المبادئ الأساسية التي قامت عليها الناصرية كثورة في مصر ثم كفكر فيما بعد أعتقد أن المبادئ هذه مزالت صالحة ولا يمكن أن تموت هذه المبادئ لأنها في صلب احتياجات الناس كل ما هو مطلوب هو تجديد هذه الأفكار وتقديمها تقديم الأفكار وفق عصرها بأوسائل عصرها لأننا نحن نعيش اليوم في القرن الواحد والعشرين ولا نعيش في الستينات ولا في السبعينات عبد النصر مات رحمه الله عبد النصر لم يكن يعني ملاكا ارتكب أخطاء هذا لا شك فيه ولكن نحن ما نأخذه من هذه التجربة هو المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه التجربة التي أعتقد ما زالت ناجحة ومحتاج اليوم إلى التجديد ومحتاج اليوم إلى مزيد توسيحها ومزيد النظر إليها كمبادئ عامة يمكن أن تنزل إلى الواقع في تونس أو غير تونس سيد زهير معنا مداخلة من الدكتور محرز الدريسي الأكاديمي التونسي ربما هو لديه بعض النقاط يريدك أن ترد عليها يعني سنتابعها معا وسنستمع إلى ردك عليها ولكن بعد الفاصل في مخص حركة الشعب أحدثت مفاشئة في انتخابات 2019 بحصولها على 15 مقعد وهذا يعتبر في مصار الطيار الناصري في تونس إنجاز كبير وعرفت حركة الشعب بأن لديها ممثلين عديدين في وسائل الإعلام وهذا على خلاف العديد من الأحزاب السياسية الأخرى فهناك العديد من الرموز والقيادات التي تبرز في مختلف القنوات ولكن إذا أردنا تقييم ربما مصار سياسي لحركة الشعب نلاحظوا أن هذه الحركة لا تمثل فعلا الطيار الناصري والطيار القومي لأنه يتميز بنوع من التشطط التنظيمي وهذه إحدى النقاس وفي نفس الوقت أن الخط السياسي لحركة الشعب ليس من الوضوح المنتظر في المشهد السياسي لأن هناك نوع من التموقع غير الواضح يعني أنه صحيح أنه أدخلت ربما في المناخ السياسي أو في المشهد السياسي التونسي معجم سياسي جديد فهي تتحدث عن إخلاقة العمل السياسي على أن الحوار الوطني لا يكون حول تسويات وإنما حول ملفات أيضا تعتبر أنها تدافع عن ما تطلق عليه الخط الوطني مقابل ممارسي السياسة الشعوذة أو الجانب الاحتفاظ بالعمل السياسي المصلحي فكل تقريبا هذا المعجم الجديد الذي مثلته حركة الشعب لم نجد الآن ربما الأثر في مستوى الواقعي ومع ذلك يمكن نعتبر أن حركة الشعب استطاعت أن تسوغ خطابا سياسيا مميزا وأن تحاول أن تتموقع ما تطلق عليه الاستقطاب المخشوش يعني بين حركة النهضة والحزب الدستوري الحر وأن تسعى أن تجد نوع من السياغة الخاصة أو الشخصية الخاصة من خلال تحالفها مع الطيار الديمقراطي وتأسيس كتلة الديمقراطية وهي أعتقد أنها تقوم الآن بدور إيجابي من حيث أنها لها موقف نقدي مما يدور في الساحة السياسية وتسعى أن تقدم مجموعة من الحلول هذه الحلول ربما فيها نوع من الاعتماد على ما يطلق عليه حزب الرئيس ورغم أنها تنفي أن تكون حزب الرئيس ولكن نعتقد أن حكومة الرئيس في حد ذاته هي مقترح من حركة الشعب وربما لابد أن توضح طبيعة العلاقة مع مؤسسة الرئاسة في المرحلة القادمة عودنا عليكم مرة أخرى في عكس الطيار وما زال حوارنا مع أمين عام حركة الشعب التونسية زهير المغزاوي سيد زهير أهل بك من جديد تابعت ما قاله دكتور محرز الدريسي يعني هو بدأ خطابه بخمسة عشر مقعدا في آخر الانتخابات يرى أن ذلك إنجازا لكنه يقول من وجهة نظري أن الحركة لا تماثل حقيقة الطيار القومي والحقيقة الطيار الناصري أولا أود أن أشكر الدكتور محرز شكرا كبير لأنه مطلع الطلاع كبير على خطاب حركة الشعب وقال كلام جميل في حركة الشعب وأعتقد قال جزء من الحقيقة حول حركة الشعب بالنسبة لتمثيلنا للتيار العروبي والوطني في تونس وغيره إذا كانت خمسة عشر مقعد في البرمان لا تمثل هذا التيار فهي حقيقة يعني هذا التيار العروبي والوطني في تونس كان من المفروض أن يكون ممثل في البرمان التونسي بأكثر بخمسة عشر مقعد لأنه تيار عريق تيار موجود في القرى في الأريان في المدن في كل مكان في تونس تيار مناضل تيار قدم الشهداء في معارك ضد المستعمر الفرنسي تيار قدم شهداء في المعارك ضد الاستبداد تيار له تاريخ وله رموز وله تراث تنظيمي وسياسي وفكري في الساحة التونسية تيار ولد في تونس وترعرع في تونس وتفاعل مع المشرق العربي هذه حقيقة لكن حقيقة الانتخابات لها حقائق أو لها معطيات أخرى مختلفة على معطيات الواقع هذا هو الواقع التاريخي والواقع ربما امتداد هذا التيار على مستوى الجغرافي في تونس أما إذا كان يتحدث على التشتت داخل الحركة العروبية في تونس أو الحركة النصرية في تونس هذا صحيح يعني هناك أحزاب أخرى نحن لم ندعي يوما أننا نناطقين الوحيدين باسم هذا التيار يعني هناك أحزاب أخرى أحزاب صغيرة موجودة في الساحة السياسية كما توجد أحزاب إسلامية صغيرة موجودة كما توجد أحزاب يسارية أخرى موجودة يعني هذه القضية موجودة ليست قضية ما يسمى بالتشتت لا تخص هذا التيار العروبي فقط هي تخص تقريب كل التيارات ولكن نحن ما نسعى إليه كما ذكرت في البداية نحن نؤمن أن وحدة كل هؤلاء هو بإيجاد حزب كبير في تونس للنصريين والعروبيين والوطنيين في تونس وهو ما تفعله حركة شعب كلما كبرت حركة شعب كلما ذاق هامش هذا التشتت يعني وهو يذيق يوما بعد يوم طيب أيضا يا سيد زهير الدكتور محرز قال إن رغم ذلك الإنجاز رغم 15 مقعدا للنصريين يعني في البرلمان إلا أن الخطة السياسية لحركة الشعب ما زال بحاجة إلى الوضوح والله خطنا السياسي واضح نحن بعد الفوز بالانتخابات أو بعد نيلنا 15 مقعد في البرلمان خليني ندقق الأمور أكثر وشنو ما كان مطلوب منه وماذا كان مطلوب من القوى السياسية التي كانت موجودة في البرلمان كان مطلوب منها أن تشارك في حكومة أو أن تكون في المعارضة أن تختار هذا هي يعني في الديمقراطية حينما تشارك في الانتخابات وفي النظام السياسي التونسي النظام السياسي التونسي ماذا يقول يقول الحزب الذي يفوز بالانتخابات مهما كانت نسبة المقاعد التي يفوز بها عليه أن يشارك في الحكومة أو عليه أن يختار رئيس الحكومة يعني أن يقود الحكومة فازت حركة النهضة في الانتخابات 2019 بـ 53 مقعد أو 52 مقعد كان من المفروض حسب الدستور أن تشكل الحكومة عرض علينا هذا الموضوع المشاركة مع حركة النهضة في الحكومة رفضنا ذلك نظرا للموقف من الإسلام السياسي موقفنا المعروف من الإسلام السياسي والصراع بين هذا التيار العروبي وتيار الإسلام السياسي في تونس هذا على المستوى ربما التاريخي على المستوى الواقعي نحن نحمل الإسلام السياسي كل الخيبات التي تعيشها تونس على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على مستوى الاغتيالات السياسية لأنك لا تنسى أن رمزنا الكبير ومؤسس هذه الحركة الشهيد محمد إبرهامي وقع اغتياله في ظل الحكم حركة النهضة سنة 25 جويلة 2013 وطرحنا وقتها الفكرة التي تحدث عنها الدكتور محرز ما سميناها بحكومة الرئيس حكومة الرئيس لا تعني أنه رئيس السعيد سنأتي إليها سيد زهير هذه نقطة تحديدا سنأتي إليها لكن أنت الآن تحدثنا عن رفضكم موقع حركة الشعب اليوم اسمح لي أنت الآن تحدثنا عن أنكم سأمضي لتحديد موقع حركة الشعب في المشهد السياسي التونسي حركة الشعب اليوم هي في المعارضة بماذا تؤمن حركة الشعب؟ تؤمن بسيادة القرار الوطني الذي تم استهان به في تونس من طرف عديد الأطراف حركة الشعب تؤمن بالعدالة الاجتماعية حركة الشعب تؤمن أن هذه الثورة التونسية يجب أن تستكمل مسارها حركة الشعب تؤمن بضرورة بناء جبهة وطنية ديمقراطية في مواجهة المنظومة القديمة وفي مواجهة الإسلام السياسي المتحالف على التونسين منذ سنة 2011 إلى حد الآن ولم يجد تونسينا من هذا التحالف سوى الخيبات سوى الفقر سوى الجوع سوى التفقير حركة الشعب مع قضايا التحرر في العالم مع قضايا التحرر في أمتنا العربية وعلى رسل قضية فلسطين أي أن الموقع أو التموقع السياسي لحركة الشعب واضح حركة الشعب اليوم ضمن كتلة في البرلمان التونسي هي الكتلة الثانية بعد كتلة حركة النهذا وهي الكتلة الديمقراطية في شراكة مع حزب الطيار الديمقراطي في تقاطعات مع رئيس الجمهورية في تقاطعات مع الاتحاد العام تونسي للشغل في تقاطعات مع عديد القوى المدنية والقوى الحزبية الأخرى في المشهد السياسي في تونس إذن حركة شعب موقفها موقعها السياسي واضح والجميع يعرف موقع حركة شعب والجميع يتعامل مع حركة شعب انتلاقا من هذا التموقع الذي تتموقع فيه حركة شعب في الصحة السياسية تونسية اليوم ولكن يا سيد زهير ما أفهمهم من رصد الدكتور محرز هو يتحدث عن عدم وضوح خطكم السياسي مثلا أنت تقول الآن أنكم لا تتشاركون أبدا مع حركة النهضة في الحكم وأنكم شاركتموها بالفعل مع حكومة الفخفاخ بحقيبتين وزريتين مثلا يعني حكومة الفخفاخ ليست حكومة حركة النهضة نحن لم نتحالف مع حركة النهضة في هذه الحكومة حكومة الفخفاخ كانت ما أسميناه في حركة شعب حكومة الرئيس يعني لا تنسى أن حركة النهضة جاءت بحكومتها للبرلمان يوم 10 جنفي 2019 جنفي 2020 وسقطت هذه الحكومة لم تنل حكومة النهضة في البرلمان التونسي سواء على 73 صوت يعني أصوات حركة النهضة والكتلة المتحالفة لحركة النهضة وهي كتلة اتلاف الكرامة وبانت النهضة وقتها في البرلمان أنها حركة معزولة انتقلنا فيما بعد وهذا ما ينصص عليه الدستور التونسي إلى المبادرة الرئاسية يعني أنه رئيس الجمهورية هو من يكلف ما سماهه الدستور التونسي بالشخصية الأقدر اختار رئيس الجمهورية السيد الرئيس الفخفاخ وشاركنا نحن في هذه الحكومة فيما يسمى بحكومة الرئيس وليس في حكومة حركة النهضة هذه الحكومة كانت يعني رئيس الحكومة بتقديم أو باقتراحة وبتكليف من السيد الرئيس الجمهورية والحكومة شكلها نحن في تلك الفترة في تشكيل الحكومة لم نتفاوض ولا مرة ما حركتنا هذا كانت تفاوضنا فقط مع السيد الرئيس الحكومة الذي كلفه رئيس الجمهورية بتكليف هذه الحكومة كذلك دكتور محرز تحدث عن أنكم سككتم مفردات جديدة في المعجم السياسي التونسي هكذا قال يعني مثل أخلقت العمل السياسي وتونست النصرية لا أدل إذا كان ذلك يعني رصدا أم انتقادا يعني نحن خلقنا عديد لأنه نحن حركة تنتج في أفكار دائما يعني نحن كمنا أصحاب مقولة حكومة الرئيس وهي فلسفة كاملة ورؤية كاملة قدمناها وهي منطلقة من تحليل نتائج الانتخابات التي وقعت في البلاد سنة 2019 يعني لو تسمع يعني أعطيك فكرة بسيطة يعني انتخابات أفرزت يعني ما سميناه نحن في حركة شعب بشرعيات مشتتة في البرلمان بمعنى أن هذه الانتخابات أفرزت كتل برلمانية قريبة من بعضها البعض من حيث عدد النواب ولكنها متناقضة وحدد ومتنافرة في أفكارها وفي تصوراتها حتى أن البعض منها صرح قبل الانتخابات أنه لا يمكن أن يتحالف مع الحزب الآخر هذا من ناحية وفي مقابل ذلك كانت هناك شرعية سميناها نحن شرعية مكثفة هي شرعية الرئيس الجمهورية الذي صوت له تقريب 72% من الناخبين وقدمنا للساحة السياسية التونسية المبادرة سميناها حكومة الرئيس مفادها هو كيف يمكن للشرعيتين هذه الشرعية المشتتة وهذه الشرعية المكثفة أن يتعامل وأن يتقارب من أجل إخراج البلاد من المأزق الموجودة فيه تحدثنا على أخلاقة العمل السياسي وهي مسألة مهمة في الساحة السياسية التونسية حيث تخترق هذه الساحة لعلكم من المتابعين في الفترة الأخيرة لكم التسريبات ولكم الغدر في هذه الساحة ولكم الإبتعاد عن السياسة بما هي خضة للناس وبما هي تضحية من أجل الناس وبما هي تقديم أفكار وتقديم حلول للمشاكل التي تهم الناس تحولت السياسة في تونس إلى تسجيلات وتسريبات وخيانات وضرب وراء الظهر وإلى آخره وهذا واقع عائشة تونس نحن تحدثنا على الحوار وقلنا الحوارات التي حدثت في البلاد قدمنا نموذج جديد للحوار المطلوب اليوم في البلاد قلنا كفى حوار التسويات الذي ينتهي بتقاسم السلطة بين المتحورين لنذهب معا إلى حوار التسوية الحقيقية التسوية التاريخية بين الشعب وبين هذه النخبة السياسية حول مشاغل الناس يعني حركة تنتج في أفكار وتتفاعل مع الواقع في تونس ومع الصعوبات التي تعيشها البلاد وتحاول أن تقدم حلول وتحاول أن تقدم بدائل لماذا سيد زهير يقال أن حركة الشعب هي حزب الرئيس قائس سعيد لا لسنا حزب الرئيس يعرف الجميع أن الرئيس له موقف من الأحزاب الرئيس ترشح بصفة مستقلة والرئيس يردد دائما أنه لم ينتمي يوما إلى حزب ولن ينتمي يوما إلى حزب ولكن كل ما في الأمر نحن نلتقي مع الرئيس الجمهورية وليس عيبا في ذلك أن نلتقي مع الرئيس الجمهورية في التصور العام في القيم العامة التي تجمعنا مع الرئيس الجمهورية نحن نعتقد أنه أفضل بكثير من أن نلتقي مع جماعات المافي التي نهبت البلاد وصريقتها ومسؤولة على إراقة الدماء في تونس نحن يجمعنا مع الرئيس الجمهورية إيمانه بسيادة الوطنية يجمعنا مع الرئيس الجمهورية أنه يعتبر التطبيع مع العدو صهيوني خيانة عظمى يجمعنا مع رئيس الجمهورية إيمانه بالدولة الاجتماعية ولكن لنا خلافات كثيرة مع رئيس الجمهورية في رؤية للنظام السياسي في رؤية لعملية الخروج من المأزق نحن نلتقي مع رئيس الجمهورية ولكن لسنا حزب الرئيس وللرئيس هو رئيس هنا الرئيس هو رئيس كل التونسيين وحركة شعب حزب وطني موجود في الصحة السياسية التونسية يتقاطع مع رئيس الجمهورية كما يتقاطع مع الاتحاد العام تنزل الشغل كما يتقاطع مع عديد الأحزاب الأخرى نحن نعتبر رئيس الجمهورية رجل نظيف رجل وطني له أفكار يمكن أن تخرج البلاد من المأزق الموجود فيه ولكن لا يمنع ذلك أن هناك نوع من أو خلافات في بعض الرؤى بيننا وبين رئيس الجمهورية فلا هو رئيسنا ولا نحن حزبه طيب معنا مدخلة ثانية يا سيد زهير هذه المرة المدخلة من البرلماني التونسي السابق عبدالعزيز القطي هو كذلك ربما لديه ثلاثة أسئلة لك أدعوك أن تتابع هذه المدخلة وسنستمع إلى ردك عليها بعد فاصل قصير شكرا مرحبا سيد زهير مغزاوي أريد أن أقدم ثلاثة أسئلة لسيد زهير أولا في علاقة بالعادلة الانتقالية وكان من أشرس المدافعين على سيدة سيهام بن سدرين خلال المدة النيابية الفارطة ولكن اتضح بعد ذلك أن سيدة سيهام بن سدرين قامت بالعديد من الأخلالات وقامت بالتزوير العديد من التقارير وأكد ذلك المخاوف التي كنا والانتقادات التي كنا نقدمها لمسار العدلة الانتقالية الذي نحافظ عليه جميعا ونريده أن يكون في سمو معنا كلمة عدلة الانتقالية ولكن أظن أن السيدة سيهام بن سدرين قد أضرت بهذا الانتقال وأضرت بسمو معاني هذا الانتقال وخاصة الوصول إلى مصالحة ويطنية فهل أن السيد زهير مغزاوي الآن قام بمراجعة في هذا الإطار وتخلى عن مساندة السيدة سيهام بن سدرين المسألة الأخرى في علاقة بما يحدث من جدل حول الكلام الذي تقاله السيد المرشح للرئاسية صافي سعيد في علاقة بحركة الشعب وبأسيد هير مغزاوي والقيادات الأخرى هل أنه هناك خطأ ارتكبته حركة الشعب كمساند للسيد صافي سعيد ولماذا لم تساند السيد قيس سعيد وهي اليوم من أشرس المدافعين عليه والمستطفينة معه في ما يقوم به خاصة في علاقة بحركة النهضة المسألة الأخرى والسؤال الأخير وهو في علاقة بحركة النهضة لأنه هناك مراجعة اليوم قامت بها حركة الشعب خاصة بعد أن كونت حكومة مع حركة النهضة والآن هي ضد تكوين حكومة بمشاركة حركة النهضة ألا أن هذا يدخل في خاند ازدواجية الخطاب ولربما خطأ سيكون له تدعيات كبيرة على مستقبل الحركة في علاقة باستفافها مع حركة النهضة وشكرا عدنا عليكم مرة أخرى في عكس الطيار وما زال حوارنا مع أمين عام حركة الشعب التونسية سيد زهير المغزاوي سيد زهير أهلا بك مرة أخرى استمعت إلى ما قاله البرلماني التونسي السابق عبد العزيز القطي هو تحدث في أكثر من نقطة بدأ حديثه بما يمكن أن نسميه بأزمة سهام بن سدرين في أي سياق تريد أن توضح لنا ملابسات هذه الأزمة؟ يعني أنظر أولا كما حييت الدكتور وحيي صديقي وزميلي السابق السيد عبد العزيز القطي فيما يخص معنتها أزمة بن سدرين أو قضية العدالة الانتقالية في تونس هي مسألة مهمة وشائكة في نوع المال يعني طبعا بعد الثورة تأسست حتى وزارة كانت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتأسست هيئة ما سميت بالهيئة الحقيقة والكرامة والتي كانت ترسوها السيدة سيهام بن سدرين طبعا الساحة السياسية التونسية بعد سنة 2014 انقصبت إلى شقه شق كان يطالب هيئة الحقيقة والكرامة أن تكشف الحقيقة حقيقة الماضي حقيقة الاستبداد حقيقة الانتهاكات حتى يتجاوز التونسيون وتونسيات هذا الوضع الذي عشوه في الماضي وحتى لا تتكرر الانتهاكات في الماضي وكان هناك شق كان يقوده الرئيس الراحل الباجي قيد سبسي الذي لا يؤمن إطلاقا بالعدالة الانتقالية ويعتبر أن هذه المسألة ليست مهمة غيرا نحن كنا في وضعية حقيقة وضعية حرجة بين إيماننا العميق بضرورة أن توجد في البلاد عدالة انتقالية بمعنى أن يوجد كشف للحقيقة بمعنى أن لا تتكرر هذه الانتهاكات في المستقبل بمعنى أن نعيد قراءة تاريخ البلاد قراءة جماعية ونقدم النقد الذاتي إذا لازم أن نقدم النقد الذاتي حتى نتجاوز مخلفات الماضي وبين من كانت على رأس هيئة الحقيقة والكرامة التي هي السيدة سيهاد بن سدرين والتي لن نتفق معها في شيء وبين من يعارض إطلاقا فكرة العدالة الانتقالية ويعتبر أن العدالة الانتقالية مثل ثانوية ويحاول أن يعرقلها بشتى العرقين أنا أتفهم سؤال سيد عبد العزيز القطي سيد عبد العزيز القطي كان في حزب ندى تونس الحزب الذي حاول أن يعرقل أقصى ما يمكن مسار العدالة الانتقالية نحن كنا في الشق الثاني مع العدالة الانتقالية ومع تحفظنا مع السيدة سيهاد بن سدرين يعني قدمنا نصايح قدمنا انتقادات لهذا المسار كنا نتمنى أن لا تكون على رأس هيئة الحقيقة والكرامة السيدة بسيهاد بن سدرين ولكن لا تنسى أن الوضع في تونس خلق هكذا بعض الأطراف خلقت الأوضاع في تونس حتى تستنفع منها حتى تستفيد منها يعني لما وجدت هيئة الحقيقة والكرامة حركة النهضة اختارت أن تكون على رأسها السيدة سيهاد بن سدرين ظنا منها أنها ستحكم بعد 2014 وستتحكم في كل المشهد ما حدث بعد 2014 أن حزب ندى تونس فازا بالانتخابات حركة النهضة كانت الثانية حدث ما حدث في هيئة الحقيقة والكرامة النتيجة اليوم لا توجد العدالة انتقالية لم تكشف الحقيقة رغم العمل الكبير والشاق الذي ربما قابت به الأية والاستماعات الكثيرة لعديد الأطراف ولكن نحن كانت عند انتقادات واضحة أن هذه الاستماعات كانت موجهة كان الحديث أكثر شيء على أن حركة النهضة المحيدة التي وقع انتهاكها كانت تهميش بقية القوى اليسارية وبقية القوى القومية في تونس التي تعرضت للانتهاك والتعذيب والقتل وغيرها في هذا الإطار تتنزل المسألة المسألة تتنزل يعني لو ألخص أن حركة الشعب كانت من ضمن القوى التي تؤمن بضرورة العدالة الانتقالية وكانت ضد الذين وقفوا ضد هذا المسار برمته يعني لم يكن لديهم تحفظ على سيئة بن سدريد كان لديهم تحفظ على مسار العدالة الانتقالية حركة الشعب كانت مع مسار العدالة الانتقالية كانت متحفظة على السيدة سيهاد بن سدرين ولكنها كانت ضد الذين حاولوا عرقلة مسار العدالة الانتقالية كذلك أشار السيد عبدالعزيز القطي إلى ما يمكن أن نسميه بالخلاف دعنا نقول مع صافي سعيد أعلم تماما أن ثمة مشاهدات كلامية في بعض الأحيان حدثت وهي في كثير من الأحيان ربما مشاهدات سياسية لا تليق يعني هنا نحن لسنا بصدد الدخول فيها أبدا فقط أتحدث معك سياسيا فكريا أنتم نصرتم الرجل إبان ترشحي الانتخابات الرئاسية هو يقول أنه تم استغلاله ثم أنتم فاجأتم الجميع وأعلنتم تأييدكم الآن لقيس سعيد مثلا يعني حتى السيد صافي سعيد هو في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية يعني صرحها وساندها عبر فيديوهات عبر حضوره في العلامة التونسي أنه معاد ترشيح قيس سعيد في مواجهة المرشح نبيل القروي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية يعني أن حركة شعب ساندت قيس سعيد ليست حركة شعب فقط هو بديو السيد يعني نفسه السيد صافي سعيد رشح أو ساند سيد قيس سعيد نحن اتفقنا مع السيد صافي سعيد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية أن نسانده لأنه لم يكن لدينا مرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد لم يكن مرشح حركة شعب كان مرشح المستقلا مدعوما من حركة شعب ومن أطراف أخرى ربما حزبية أو مدنية أو غير ذلك الاتفاق الذي حصل بيننا هو فيه تقارب طبعا نحن نعتبر صافي سعيد ضمن الدائرة العروبية الكبرى كان هناك اتفاق أن ندعمه في الانتخابات الرئاسية مقابل ذلك يقف معنا في الانتخابات التشريعية وهذا ما حدث هو استفاد كثيرا من قربه من حركة شعب ومن دعم حركة شعب له وحركة شعب كذلك استفادت بعد الانتخابات مباشرة صار خلاف سياسي الخلاف بيننا هو خلاف سياسي حاول السيد صافي سعيد أن يحوله إلى خلاف شخصي وكلام من نوع ما هو الخلاف السياسي يا سيد زهير طالما أنك تقول إن كلاكما دعمتم فيما بعد سيد قيس سعيد لا الخلاف لم يكن حول قيس سعيد هل ندعم قيس سعيد أولا ندعم قيس سعيد لأننا اتفقنا معا في الدولة الثانية أن ندعم قيس سعيد هو نفسه كما ذكرت لك خرج وصرح في الإعلام وصرح في المواقع التواصل الاجتماعي أنه يدعم السيد قيس سعيد في الدولة الثانية للانتخابات الرئيسية نحن اختلفنا بعد الانتخابات الرئيسية بعد أن أصبح قيس سعيد رئيسا للجمهورية حول التموقع السياسي السيد صافي سعيد وهذا صرح به حتى في وسائل العلام قال التقيت بالسيد رشد الغنوسي وطلبت منه أن أكون رئيس حكومة أو وزير دفاع ونحن كنا ضد هذا التوجه هذا أصل الخلاف السيد صافي سعيد يعتبر أن حركة الشعب ربما حرمته من أن يكون رئيس حكومة حرمته من أن يكون وزير لديه في الحكومة نحن كنا ضد التقارب مع حركة النهضة في الحكومة الأولى التي سقطت في برمان التي هي حكومة الحبيب الجملي وقطعت العلاقة منذ تلك الفترة يعني كل ذهب في حال سبيلها يعني اتفاجعنا أنه ظهر في وسائل العلام في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم في ظل الهجوم على حركة الشعب من أطراف عديدة خاصة بعد الاجتماعات الكبيرة التي قامت بحركة الشعب بعد فوزها في بعض الانتخابات البلديات في الانتخابات المعادة في بعض الدوائر البلدية فوجينا بهجوم كبير من صفحات حركة النهضة من الصافي سعيد وغيرها ولكن نحن اخترنا أن نرد على هذه السفاسة نحن نعتبر أن خلافنا مع القوى السياسية في تونس أو مع القوى التي نختلف معها ليس خلافا شخصيا هو خلاف ذو مضمين سياسية وذو مضمين فكرية ولم نسقط ولا ننجر حركة الشعب لن تنجر إلى هذه السفاسة لترد على الناس بالمسائل الشخصية وغيرها نحن نتسارع ونتحاور مع الجميع على قاعدة مقاربات سياسية ومقاربات فكرية كذلك تحدثت السيدة عبدالعزيز القطي إلى ما أشرت إليه أنت وتحدثت فيها سيد زهير لكن يبدو أننا بحاجة إلى المزيد من الحديث في هذه النقطة فكرة الموقف من النهضة فكرة هو قال في ختام حديثه قال إن ما حدث من تعاون دعنا نقول تنسيق حتى في حكومة الفخفاق ما بين الشعب والنهضة خطأ فادح ستدفع حركة الشعب ثمنه مستقبلا لا ليس صحيح لأنه كما ذكرت وأؤكد مرة أخرى لأنه صديقي عبدالعزيز القطي دائما يشاكس هذه المشاكسات يريد أن يقول أن حركة الشعب هي متحالفة من حركة النهضة نحن أؤكدنا في أكثر من مناسبة لا يوجد أي تحالف بل بالعكس السيد القطي هو كان في حزب ديدات أونس الحزب الذي شرك النهضة في الحكم نحن كنا في حكومة سميت حكومة الرئيس وهذه نتائج الانتخابات التي جاءت في تونس وأحنا أكثر من هذا إذا أردنا أن نتعمق في الموضوع أحنا بعد الانتخابات 2019 أنا خرجت في الأعلام وقلت أن هذه الانتخابات ستفتح على أزمة سياسية الأزمة التي نعيشها اليوم لأن نتائج الانتخابات كانت تؤدي بالضرورة إلى صعوبة تشكيل حكومة في تونس كلما جاءت حكومة الرئيس نحن شاركنا في هذه الحكومة لم نكن حلفاء مع حركة النهضة ومع أي طرف كان رئيس حكومة هو من اختار ما سمهه بالحزام السياسي لهذه الحكومة ولم تكن الحكومة حكومة حركة النهضة وأكبر دليل على ذلك أن هذه الحكومة سقطت بعد ستة أشهر وكان الفاعل الرئيسي في إسقاط هذه الحكومة هي حركة النهضة لأن حركة النهضة لما شاركت معنا في الحكم لم تكن تتوقع أو لم تجد الأحزاب التي عملت معها في السابق لأن حركة النهضة لا تريد شركاء في الحكم تريد تبع في الحكم تريد أطراف تحكم بهم ولا تحكم معهم لما وجدت حركة شعب والتيار الديمقراطي والأطراف التي تشكلت منها حكومة الناس الفرفار أطراف تريد أن تكون لها شخصيتها السياسية واستقلاليتها وأن تكون هذه حكومة اجتماعية وتقاوم الفساد وتقاوم اللوبيات وغيرها فعلت حركة النهضة كل ما يجب أن تفعله لتسقط هذه الحكومة في أقرب وقت سيد زهير لكم تصريح صحفي شهير وعدتم فيه الشعب التونسي بأن تكون حركة النهضة هي الحزب الأول الحزب الحاكم الحزب المشكل للحكومة دعنا نقول في 2024 ما هو السبيل كيف السبيل لذلك نعم نحن قلنا ذلك ونحن نعمل بجد يعني من أجل ذلك نحن نقول أن حركة الشعب تتقدم يعني أنظر لاحظ سيد الكريم نحن تقريبا الحركة الوحيدة التي تتقدم اليوم في تونس لأن حنا ما نتحدث عن حركة النهضة حركة النهضة تتراجع حركة النهضة في الانتخابات سنة 2011 فازت تقريبا بمليون ونصف مليون صوت في 2014 تقريبا 900 ألف صوت في 2019 كانت عندها تقريبا 500 ألف صوت حركة الشعب من نائبين ثلاثة نواب إلى خمسة نائب نحن نشتغل ليلة نهارا من أن نعدل موازين القوى التي اليوم موازين القوى السياسية طبعا اللي موجودة في تونس واللي لا تخدم هذا الشعب نسعى ليلة نهارا ونشتغل من أجل تعديل موازين القوى لصالح الشعب ولصالح ثورته ولصالح العدالة الاجتماعية ولصالح السيادة القانون ولصالح الدولة المدنية هذا مجهود نبدو فيه يوما بعد يوم نطور في هيكلنا نطور في أفكارنا حركة الشعب تستخدم حركة الشعب تتوسع من أجل البلوء أن تكون الأولى في الانتخابات وهذا طبوح مشروع لنا هناك داخل تونس من يقول أن ربما حركة النهارة في الانتخابات الأخيرة أخلت لكم بعض الدوائر لأن حركة الشعب هي أكثر التنظيمات اليسارية أو الناصرية مرونة في تونس هذا كلام مردود عليهم نحن يكفي أن تعود إلى الحملات الانتخابية يكفي أن تعود إلى صفحات حركة النهضة في تلك الفترة يكفي أن تعود إلى تصريحات قيادات حركة النهضة في تلك الفترة هذا كلام مردود لا يستحق حتى الرد نحن وحزب يأتي في إطار التشكيك الحديث على التشكيك في حركة الشعب الحديث على أن حركة الشعب أحدثت مفاجأة نحن لم نحدث مفاجأة نحن لك يا أستاذ أن تعود إلى انتخابات البلدية سنة 2018 شاركت حركة شعب في تقريب 60 دائرة من دوائر الانتخابات فزنا تقريب بنسبة 18 أو 20% يعني بوادر أن حركة شعب تتقدم لم تظهر في 2019 بل ظهرت في الانتخابات البلدية البعض يريد لهذا التيار الوطني والعروبي في تونس أن لا يأخذ مكانها فوق الأرض وتحت الشمس بالتشكيك فيما يتحصل عليه البعض يقول حركة النهضة البعض يقول الصف سيد هذه مجهودات مناظلين ومناظلات خاذوا أفقر حملة انتخابية في تونس في الانتخابات الأخيرة ذهبوا إلى الأرياف للجبال إلى الصحاري إلى المدن مفهوم يا سيد زهير منزل شارع شارع سؤال الأخير يا سيد زهير لو تسمح سؤال الأخير يعني الآن الدستور التونسي لا يمنع الرئيس من أن ينضم إلى أي حزب ماذا لو انضم الرئيس التونسي إلى حركة الشعب لا نعتقد أن الرئيس ينضم إلى حركة الشعب أو لأي حزب لأن الرئيس الجمهورية يعتبر أن منظومة الأحزاب منظومة تجاوزها الزمن يعتبر أن البشرية اليوم تبحثوا على أشكال تنظم جديدة غير منظومة الأحزاب الرئيس الجمهورية صرح كما ذكرت في مناسبات عديدة أنه لم ينتمي سابقا إلى أي حزب ولم ينتمي في المستقبل إلى حزب ونحن نتعامل مع الرئيس الجمهورية لا لينتمي إلى حزبنا ولا لنكون حزبه نتعامل معه في مصلحة البلاد من خلال التناصح في القيم العامة كما ذكرت من خلال التعاون من أجل إخراج تونس اليوم من الوضع المأزوم الذي تعيشه أمين عام حركة الشعب التونسية والبرلمانية التونسي زهير المغزاوي شكرا لك إلى هنا انتهت حلقة الليلة من عكس الطيار على وعد بلقاء جديد فما بين الطيار وعكسه عادة ما تتضح لنا الحقائق اشتركوا في القناة